طيران الشرطة طيران الشرطة أحد عناصر المنظومة الأمنية التي تعمل على حفظ أمن الوطن وتعزيز الاستقرار وهو ما يبدو جليا في عمليات التعاون والتنسيق التي تتم عدد من الجهات الأمنية ومن بينها قيادة خفر السواحل في إطار خطط متكاملة للتصدي للجريمة وخفض معدلتها طبعا هناك تعاون مستمر بين قيادة طيران الشرطة وكافة الإدارات التابعة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى المديرات الأمنية ويتم بهذا التعاون من خلال المراقبة الجوية المسع الأمني أيضا عندنا التصوير وطبعا هناك أيضا واجبات يقوم بطيران الشرطة بالنسبة لتكون رئيسية وأهمها يكون البحث والإنقاذ عندنا المسع الأمني للحدود مراقبة الحدود الإقليمية عندنا أيضا التصوير الفوتوغرافي وهذا يكون عادة مع مؤسسات المدنية الأخرى أيضا عندنا هناك شراكة مجتمعية وهذا يكون من خلال مشاركاتنا في المناسبات البطنية في هذا الإطار يتم العمل على تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في طيران الشرطة وفق أحدث الأساليب بهدف رفع الاستعداد والجاهزية والوصول إلى احترافية الأداء بما يضمن إتمام المهام وأداء الواجبات بأعلى درجات الدقة والكفاءة طبعا إدارة التدريب بقيادة طيران الشرطة من مهامها هي أداء الخطط التدريبية والبحث عن أحدث الدورات واستخدام أحدث الأجهزة لذلك المواكبة التطور التكنولوجي ورفع جهزية موظفين ومنتسابين القيادة لجميع المهام الأمنية مهام وواجبات تقوم بها قيادة طيران الشرطة في سبيل تطوير الخدمات المقدمة وتوفير الدعم والإسناد للعديد من الإجهزة الأمنية وذلك من خلال منظومة متطورة من التعاون والتنسيق في إطار العمل على تحقيق الأمن الشامل